مرحبا حضراتكم معنا مرة تانية في النور تعودنا في هذا البرنامج ومن هذا المنبر أننا مش بس نهتم بين الأخبار المحلية الخاصة بينا لكن كمان الدول المحيطة بينا محتاجين نتعرف على طبيعة الأوضاع لأنه بشكل أو بآخر هيأثر علينا زي ما قلت لحضراتكم في فقرة الأخبار أنه كان فيه محاولة فاشلة للانقلاب في إثيوبيا وأبي أحمد خرج بالبدلة العسكرية لأول مرة بيتحدث عن طبيعة هذه المحاولة الفاشلة وعن عدد من الاختيالات تم خلال هذه المحاولة وأنه كان فيه قائد في الجيش سابق خرج في العفو اللي كان أصدره أبي أحمد منذ أشهر قليلة تدعيات هذا الموضوع ومؤشراته وأسبابه دي اللي هنرصدها مع حضراتكم النهاردة مع دكتور حسين علي الخبير في الشؤون السياسية أهلا بيك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بسهلا ربنا خليكي منورك أهلا بيك بداية يعني إيه الأسباب اللي ممكن تخلي قائد سابق في الجيش واخد عفو يقوم بمحاولة انقلاب في إثيوبيا هو بداية طبعا المتابع للشان الإثيوبي بيدرك تماما أن الوضع في إثيوبيا أو داخل المجتمع الإثيوبي في بعض الولايات ومنها ولاية أمهرة اللي شاهدت محاولة الانقلاب الفشلة بالأمس هلاحظ أن هناك بعض المؤشرات اللي كانت بتدل على اتجاه الأحداث نحو إمكانية أو احتمالية حدوث مثل هذه المحاولة بداية هذه المؤشرات قبل مجيء أبي أحمد إلى السلطة في أبريل 2018 كان المجتمع الإثيوبي بيعاني من أعمال عنف عرقية شديدة جدا إلى جانب المظاهرات والإحتجاجات الشعبية في عدد من الولايات مثل أوروميا وأمهرة وغيرها من الولايات الأثيوبية كانت السبب الرئيسي وراء هذه الاحتجاجات هو الاحتجاج حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية لسكان هذه الولايات استمرت هذه الاحتجاجات وكانت سبب رئيسي في تقديم رئيس الوزراء السابق هيلي ماريام ديسالين لسلهي ألتو وهو ده اللي دفع بعد كده لانتخاب رئيس الوزراء الحالي أبي أحمد مع مجيء أبي أحمد إلى السلطة في أبريل 2018 تبنى سياسات إصلاحية على كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في محاولة منه لتحقيق مجموعة من الأهداف أولها تهديئة الأوضاع الأمنية والسياسية داخل المجتمع الإثيوبي وعلى رأسها الحد من أعمال العنف العرقية داخل هذه المدن التي تشهد مثل هذه الأحداث وتبنى سياسات فك الحظر عن الأحزاب السياسية إطلاق العفو الرئاسي عن السجناء والنشطاء السياسيين بالإضافة إلى تبني سياسات أو حزمة سياسات اقتصادية لإصلاح الوضع الاقتصادي والوضع الاجتماع المتردي داخل المجتمع الإثيوبي من المؤشرات الدل على استمرار أحداث أو أعمال العنف العرقية حتى بعد تبني مثل هذه السياسات تعرض أبي أحمد نفسه في أول خطاب جمهيري يلقيه على الشعب الإثيوبي بعد انتخابه وحاولة اطلاق الرصاص عليه تاني حاجة في شهر أكتوبر الماضي تعرض لاقتحام من قبل مجموعة من الجنود قاموا باقتحام مكتابه في القصر الرئاسي مطالبين برفع أجرهم وتحسين أوضاعهم المالية داخل المؤسسة العسكرية الإثيوبية إلا أن أبي أحمد بحنكته السياسية وخبرته السياسية تمكن من احتواء هؤلاء الجنود وتمكن من تهدئاتهم واحتوائهم بشكل أدى إلى استقرار الأوضاع وتهدئته بشكل كبير جدا واتجه إلى محاولة تحسين الأوضاع الاقتصادية لأنه عنده مشروع قومي كبير جدا هو مشروع سد النهضة هو ده المشروع القومي اللي بيحاول يجمع كل فئات المجتمع حاولين هذا المشروع هو بيحاول لكن هل في استجابة من قادة الولايات يعني إحنا عارفين أن ولايات إثيوبيا متعددة يمكن أمهارها دي الولايات تسعة غالبا تمام هي التانية من حيث عدد السكان والأكثر أهمية بعد ولاية أوروميا هو بلقى تأييد شعبي كبير جدا حول هذا المشروع والحكومة الإثيوبية نجحت في جمع تبرعات وصلت حتى من الطلاب المدارس ومن موظفين المؤسسات الحكومية أنهم يشتركوا بالضبط عملوا تبرعات مالية لأن مشروع سد النهضة أصلا بيواجهوا مشكلة في التمويل بالضبط طبعا مع هذه الأحداث تالت مؤشر بقى اللي هو أدى إلى حدوث محاولة الإنقلاب بالأمس الجنرال الذي تم الإطلاق صراحه منذ أشهر قليلة ضمن سياسات العفر الرئاسي عن بعض السجناء السياسيين لأن هذا الجنرال كانت مسجونا على زمة التورد فيه قضايا إنقلابية محاولات إنقلاب يعني هو ده مش أول مرة بالضبط عنده خبرة في مثل هذه الأمور ودعا إلى أنصار ومؤيدية لتشكيل ميليشيا لتبني أعمال عنف عرقية داخل الولاية طب إيه السبب اللي دفعوا لكده طب لهوا ليه عايز يعمل الميليشيا سكان ولاية الأمهرة أو على رأسهم هذا الجنرال كانوا غير راضين عن رئيس الحكومة الوطنية في ولاية أمهرة ليه ما كانواش راضين عنه لأنهما كانوا بيطلبوا بصلاحيات أكبر في الحكم الذاتي داخل ولاية أمهرة رئيس الولاية الذي تم اغتياله في هذه المحاولة كان اللي معينه رئيس الوزراء أبي أحمد لأنه كان مؤيدا لسياسات الإصلاح التي نادى بها أبي أحمد على المستوى السياسي تقوط له هو ومستشاره بالضبط فكان رئيس الحكومة على غي يعني ليس له قبول لدى هؤلاء الجماعات جماعة أمهرة العرقية وفي هناك مجموعة أخرى تطلق عليها مجموعة جميز هذه المجموعة الأرقية يعني قامت بأحداث عنف عرقية كثيرة في هذه الولاية فإلى جانب عدم رضاهم عن رئيس الحكومة كانوا يطالبون بتصحيح وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لسكان الولاية خاصة أن معظم الولايات الأثيوبية تعاني من ما يسمى بالتهميش أو الإقصاء في ظل غياب مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحسين الأوضاع المعيشية لسكان هذه الولايات فدي تعتبر أهم وأبرز الأسباب التي قادت هذه المجموعة للقيام بمحاولة الاغتيال لكن قيل أنه من أسبوع هذا الشخص اللي قام بمحاولة الانقلاب كان بيدعو سكان أمهرة للتسلح يعني في مؤشراته بتقول أنه ممكن يكون في محاولة للانقلاب أو أي شيء عدائي بغض النظر عن فكرة انقلاب أو غيره ده لم يستدعي القوات الأثيوبية لأخذ الحرص أو أخذ الموضوع على محمل جد؟ هو بالطبع يعني ما حدث بالأمس يدل أو يشير على عدم اعتناء السلطات الأمنية بمثل هذه المؤشرات الخطيرة جدا على الأمن القومي الأثيوبي غير أن سرقة تحرك الجيش وإلقائهم القبض على بعض العناصر التي قامت بمحاولة الانقلاب يدل على سرقة استجابتهم وسرقة رد فعلهم تجاه هذه الأحداث حتى أن طبعا هذه الأحداث من شأنها التأثير على مجمل الأوضاع الأمنية والسياسية داخل أثيوبيا بشكل نعم لسه هسأل السؤال ده لكن قبل ما سأله يعني احنا شفنا في الخطاب أنه أبي أحمد بيظهر للمرة الأولى بالبدلة العسكرية دلالة ده إيه؟ دلالة الموضوع ده أن الأوضاع الأمنية متردية للغاية وأن ما حدث شيء جلل جدا وشيء عظيم يعني خطورته يعني بممكن تهز الاستقرار الأمني والسياسي لنظام الحكم في أثيوبيا في الداخل ده زي ما احنا شايفين على الشاشة حاليا ده اللبس العسكري الأثيوبي ويمكن هو كمان ممكن يكون بيحاول يرسل رسائل في أنوع من أنواع الرادع يعني أنا ظهرت باللبس الجيش بالضبط للرادع وحسم مثل هذه الجماعات العرقية ورضاها عن محاولة الاستمرار أو التمادي في مثل هذه الأحداث طيب أثيوبيا بتعاني من تردي الأوضاع الاقتصادية وعندها أزمة كبيرة اسمها سد النهضة بتحاول أن هي تموله في نفس الوقت هي عندها طبيعتها مليانة بالخلافات لما يحصل محاولة الانقلاب بهذا الشكل تدعيات ده إيه على الشأن الداخلي الإثيوبي؟ من المرجح طبعا وفقا للمعطيات الموجودة حاليا أو المؤشرات التي احنا تكلمنا عليها أنه يؤثر بشكل أو بآخر على سياسات الإصلاح التي ينادي بها أبي أحمد من المرجح أن يتخذ حزمة جديدة من الإجراءات أو الإصلاحات السياسية الأكثر احتواء لمثل هذه المجموعات خاصة أن النبي أحمد يأتي بسياسة تتسم بالتسامح مع كافة القوى والأحزاب السياسية حتى بما فيها الجماعات المسلحة تسامح مع جماعات المسلحة؟ وده حصل بالفعل لأنه هو وقع أو الحكومة الإثيوبية وقعت بالفعل اتفاقات مع بعض الجماعات المسلحة التي كانت تعارض نظام الحكم الإثيوبي من الخارج وتمكنوا من العودة مرة أخرى للعمل ضمن أو تحت ما ظلت الحكومة الإثيوبية الجديدة تحت رئاسة رئيس الوزراء الحالي أبي أحمد فهي سياساته تتسم بالتسامح ويركز على التصالح فكرة التصالح مع المجتمع بكل مكوناته وبكل أحزابه وجماعاته حتى بما فيه من يحملون السلاح دي سياسة مندلا؟ بالضبط لكن الشعب الناكي أعتقد أن الطبيعة القاسية التي تربوا عليها واحتياجاتهم ومتطلباتهم ممكن تستدعي أن أتعامل بهذه الطريقة؟ هو طبعا بلا شك المجتمع الإثيوبي يعاني من عرقيات كثيرة جدا وعرقيات إثنية ولغات ولهجات كثيرة جدا داخل المجتمع الإثيوبي ولكن هو يعني لن يستطيع اتخاذ إجراءات راضعة يعني تأتي بما يعني بعكس ما يريد هو يريد سياسة تصالحية بيتسامح مع الجميع حتى أنه يعني المكتب الخاص برئيس الوزراء أصدر تويتا كده على موقع السوشال ميديا تويتر منذ ساعات بيشير فيها إلى التسامح حتى مع من قاموا بمثل هذا هذه المحاولة بالأمس فده يدينا مؤشر يستمح بمعنى إيه يعني لن يعرضوا للمحاكمة والمساءلة طبعا هيكون فيه محاكمات لمن تم الإلقاء القبض عليهم ولكن فيه تصوري أو وفقا لهذا التصريح يعني أنه لن تكون فيه إجراءات أكثر قصوة بالضبط ولكن ده من شأنه أن يؤثر بقى بشكل أو بآخر على الانتخابات العامة التي من المقرر لها أن تعقد في عام 2020 لأن طبعا أي استحقاقات انتخابية عند إجرائها لابد أن يتوفر عامل الاستقرار الأمني والاستقرار السياسي فبدون توفر عامل الاستقرار الأمني سيكون صعبا أو سيكون من الصعب إجراء مثل هذه الانتخابات ولكن أنا برضو فيه تصوري وفقا لطريقة تعامل أبي أحمد مع مثل هذه الأمور فإنهم لنتوقع أن يحاول خلال الفترة القادمة تهدئة الأوضاع الداخلية كسب ثقة كافة مكونات المجتمع الإثيوبي لأن مثل هذه الحادثة من المرجح أن تزيد من شعبيته داخل المجتمع الإثيوبي لأنه اتعامل معها بحرفية وفيها برضو فكرة التسامح وأنا هردع اللي عملوا كده لكن بدعوا أيضا للتسامح وده من خلال تعاملوا مع محاولة انقلاب بعض الجنود واكتحمهم لمكتبه ومع ذلك لم يفرض عليهم أي عقوبات بالعكس ذهب إلى معسكرهم ومارس معهم الرياضة وسمح أصدر قرارا بزيادة أجورهم ومرتباتهم فهو بينتهج سياسة احتوائية تصالحية حتى مع جيرانه إريتريا والصومال واجيبوتي حتى مع السودان مع كافة دول منطقة القرن الأفريقي وشرق أفريقيا انتهج سياسة خارجية برجمتية تقوم على زير مشاكل تصفير المشاكل مع دول الجوار ليه؟ لأنه عنده هدف رئيسي بالنسبة له وهو زي ما قلنا في الأول عايز يكمل مشروع سد النهضة لأنه هو ده بالنسبة له لا يحقق له التنمية الاقتصادية هيرفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل كبير جدا فستنعكس أثرها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وبالتالي هتهدي الأوضاع الأمنية والمطالب الشعبية المستقبلية لكن أمهارة تحديدا مش معنى هي الوحيدة اللي يمكن قام فيها أو دعية إلى هذا الانقلاب من خلال أمهارة وشعب أمهارة وهل الولاية مؤهلة بحدودها بمواطنيها أن يقوم فيها هذا الانقلاب أو انقلابات أخرى مستقبلا هي ولاية أمهارة ليست الولاية الوحيدة التي شهدت أعمال عنف عرقية هناك أيضا ولاية أوروميا التي شهدت أحداث عنف عرقية هناك ولاية الصومال الإثيوبية التي تشهد أعمال عنف عرقية حتى هذه اللحظة ولكن ولاية أمهارة خلال الشهر الماضي شهدت تزايد أحداث أعمال العنف العرقية بسبب رفض سكان الولاية لرئيس الحكومة المحلية المعين من قبل أبي أحمد إلى جانب لا ننسى الوضع الاقتصادي والاجتماعي هو المحرك لآية احتجاجات وتظاهرات شعبية والمثل على ذلك في السودان قبل ما نروح للسودان لكن أنا برضو عايزة أسأل حضرتك هل تتوقع أن يكون فيه آدي خفية وراء الموضوع ده يعني هل فيه تدخلات من دول أجنبية هل فيه بعض الدول تريد لإثيوبيا أن تستمر هكذا يعني تتوقع أن يكون فيه تدخل بشكل أو بآخر للتحريك الانتقلابات دي أنا بالنسبة يعني وفقا للمعطيات الموجودة يعني هو التحركات كلها داخلية للأسباب اللي حقا أنا ذكرتها بسبب عدم مطالبتهم بصلاحيات أكبر في الحكم الذاتي داخل الولاية تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بشكل كبير ده المحرك الأساسي لمثل هذه الأمور إلى جانب بقى وجود يعني جماعات عرقية بالداخل لها مصلحة في إذكاء عمليات أو أحداث العنف العرقي داخل هذه الولايات للتنافس على ملكية الأراضي ده محرك أساسي وسبب أساسي في نزوح الكثير من الأفراد يعني وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة أحداث العنف العرقية داخل إثيوبيا بشكل عام أدت إلى نزوح حوالي 2.4 مليون شخص خلال الفترة القليلة الماضية داخل ولاية أمهرة أدت أحداث العنف العرقية إلى نزوح حوالي 3 مليون شخص من سكان الولاية إلى المناطق والمدن الأكثر هدوءا واستقرارا من الناحية الأمنية زي إيه؟ داخل إثيوبيا يعني مثلا الاتجاه إلى العاصمة أديس أبابا مثلا وضع فيها مستقر أمنيا وسياسيا واقتصاديا وما إلى ذلك هل ده ممكن يؤثر عليه نحن في مصر بشكل أو بآخر؟ يعني طبعا الاستقرار داخل إثيوبيا أو ما إلى ذلك من عدمه طبعا ممكن يؤثر لأن إثيوبيا تعتبر منافس إقليمي في منطقة القرن الأفريقي وشرق أفريقيا بالنسبة لمصر منافس؟ طبعا هل إثيوبيا طرقة لمستوى المنافس؟ إثيوبيا لها خبرة يعني هو حاج بتشرح لنا أنه عندها مشاكل كتير جدا رغم هذه المشاكل إلا أن إثيوبيا نجحت خلال الفترة القليلة الماضية في رفع معدلات نمو الاقتصادي لتصل إلى حوالي من 6 أو 8% سنويا وده معدل نمو الاقتصادي عالي جدا بالنسبة أو مقارنة بمعظم الدول الأفريقية الموجودة داخل القرى الأفريقية زائد الخبرة إثيوبيا في حل النزاعات المسلحة داخل القرى الأفريقية إثيوبيا بترأس هيئة الإيجاد هيئة الإيجاد متدخلة في معظم النزاعات المسلحة داخل القرى الأفريقية وكان لها دور كبير جدا في التوصل لاتفاق السلام داخل دولة جنوب السودان النهاردة برضو عشان مش عايزين نصطبك الكلام على أزمة السودان إثيوبيا بترأى أو بتقدم الوساطة الأفريقية داخل السودان أي تحرقات إثيوبية في هذه النزاعات المسلحة يعني بتعد بشكل أو بآخر منافس للدور المصري بشكل أو بآخر إلا أنه طبعا من المرجح أنه في خلال أو في ظل رئاسة مصر الحالية لاتحاد الأفريق من شأن دوت أنه يعزز موقف مصر داخل القرى الأفريقية ويعطيها دافعا وأسبقية في حل مثل هذه النزاعات وعلى رأسها طبعا الأزمة في دولة السودان الشقيق إحنا عندنا دلوقتي السودان وتطورات سريعة بتحدث بالشكل شبه يومي تعليق حضرتك على آخر الأوضاع في السودان الآن طبعا الوضع زي ما حقا قلت في السودان الأحداث متسرعة ومطلحقة بشكل جبر جدا ممكن يحصل خلال بين ساعة وأخرى تغيرات داخلية تؤثر على مصر الأزمة ولكن وفقا طبعا لآخر التطورات فيها أن الوسيط الأثيوبي عاد مرة أخرى بعد أن كان غادر السودان بسبب ما وصفه الوسيط الأثيوبي تعنت المجلس العسكري في قبول الوساطة الأثيوبية الوساطة الأثيوبية عشان الناس تفهم وعشان نحن نفهم الوساطة الأثيوبية بتنادي بحل الأزمة السودانية من خلال تشكيل مجلس سيادي مناصفة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير اقترحت أن يكون في سبع ممثلين من المدنيين وسبع ممثلين من العسكريين بالإضافة إلى اختيار شخص يتم التوافق عليه بين الطرفين اللي هم المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير يتولى رئاسة هذا المجلس السيادي بصفة دورية بالإضافة إلى التأكيد على الاتفاقات السابقة التي تم توقعها أو تم الاتفاق عليها بين المجلس العسكري الانتقالي وبين قوى الحرية والتغيير وبين كوسين كده اللي هي بيسموها هيكل الحكم الثلاثة اللي هم اتفقوا عليها اللي هي المجلس التشريعي ومجلس الوزراء اتفقوا على إن قوى الحرية والتغيير يكون لها نسبة 67% من تشكيل المجلس التشريعي في مقابل 33% لباقي القوى والأحزاب السياسية الأخرى التي تريد المشاركة في الفترة الانتقالية أو المرحلة الانتقالية القادمة الإشكالية كانت دائما في رفض المؤسسة العسكرية أو المجلس العسكري الانتقالي داخل السودان لتسليم السلطة للمدنيين أو لقوى الحرية والتغيير وهو ده اللي خلى الأمور أو المفاوضات تتوقف أكثر من مرة أو يحسوا أنه فيه رفض للوسيط الاثيوبي بالضبط فهو ده يعني المجلس العسكري الانتقالي لم يبدي مرونة في هذه النقطة تحديدا اللي هي تشكيل المجلس السيادي فالوسيط الاثيوبي عاد مرة أخرى إلى السودان يحمل هذا المقترح مرة أخرى قوى الحرية والتغيير التي تقود الحراك الشعبي السوداني منذ اندلعه في ديسمبر 2018 ديسمبر الماضي ونجحه فيه عزل الرئيس عمر البشير قوى الحرية والتغيير بتنادي بتسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات كما تم الاتفاق عليه سابقا مع المجلس العسكري الانتقالي المجلس العسكري الانتقالي بعد فض الاعتصام أمام مكر الجيش بوسط العاصمة الخرطوم قوى الحرية والتغيير اشترطت مجموعة من الشروط للعودة لاستئناف المفاوضات مرة أخرى حتى ان قوى الحرية والتغيير اشترتت بعض الشروط للموافقة على الوساطة الأثيوبية أو المبادرة الأثيوبية من أهمها تشكيل لجنة دولية للتحقيق في أحداث فض الاعتصام أمام مكر الجيش واللي أدى إلى مقتل 100 على الأقل 130 مواطن سوداني وإصابة العشرات أو المئات حسب ما ذكرته المصادر السودانية لكن تدعيات فض الاعتصام ربما لم تقف داخل الحيز السوداني لكن كمان كان في دول كتير لها تعقيب على فض هذا الاعتصام وبعض الدول كمان يمكن أدانة تدخل الجيش بفض الاعتصام طبعا عملية فض الاعتصام أثارت ردود فعل إقليمية ودولية على حد سواء بالنسبة لردود الأفعال الإقليمية على رأسها طبعا الدول العربية السعودية أعربت عن قلقها بشأن فض الاعتصام بمثل هذه الطريقة ودعت إلى التروي ما بين المجلس العسكري الانتقالي وأدورت الأمور بشكل أكثر عقلانية طبعا جمعة الدول العربية تمثلت في زيارة الأمين العام للجامعة السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة الدول العربية قام بزيارة السودان والتقى بممثلين عن الأطراف الأزمة المجلس العسكري وقال حرية تغير في محاولة من الجامعة العربية لإعادة السودان مرة أخرى إلى الحضن العربي أو تحت مظلة الجامعة العربية على المستوى الدولي طبعا كان من أكبر المنتقدين لعملية فض الاعتصام الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وفيما يعرف بين كوسين كده دول الترويكة اللي هي الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والنرويج وبريطانيا طالبوا بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في فض الاعتصام بهذه الطريقة ومحسبة المتورطين أو من يثبت تورطه في مثل هذه الأحداث هذا الأمر أو هذا الموقف الدولي دعا المجلس العسكري إلى اتخاذ بادرة من جانبه وتشكيل لجنة يعني عن تشكيل لجنة للتحقيق والتقصي الحقائق وأعلنوا عن إلقائهم القبضة على عدد من المتورطين من العسكريين في مثل هذه الحادثة غير أنهم لم يعلنوا عن أسماء محددة بعينها أسماء اللجنة دي لم يعلنوا عن أسماء المتورطين يعني هم قالوا إحنا أبضنا بالفعل على عدد من المتورطين لكنهم لم يعلنوا عن أسماءهم تحديدا وكان أخيرهم تصريح لنائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الجنرال حامدتي ذكر فيه أنه فعلا تم إلقاء على قيادي أو قائد عسكري غير أنه لن يصرح باسمه في الوقت الحالي منعا يعني لتصاعد الأمور بشكل أكثر يعني نتوقع أن يكون شخصية مؤثرة يعني هذا اللي قيل لكن سريعا وإحنا بنختم الفقرة الدور المصري في حال الأزمة في السودان في كلمات قليلة تمام الدور المصري بلا شك دور مهم جدا ولا يمكن الاستغناء عنه السودان دولة شقيقة تمثل عمكان استراتيجيا للأمن القوم المصري هذا الطبيعي بالضبط فلا يعني الدور المصري دور مطلوب ومطلوب حتى من الشعب السوداني نفسه مرحب بمثل هذا الدور ولا بد يعني المطلوب من مصر خلال المرحلة الجاية أن هي تعمل بشكل أكثر على تقريب وجهة النظر بين أطراف الأزمة في السودان ما بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير لأن مصلحة أو استقرار السودان يهم مصر بشكل جدير جدا غير أنه أثر على الأمننا القومي يعني أشقائنا في السودان عايشين معنا هنا في مصر وما بيننا وبينهم علاقات جيدة جدا على كافة المستويات وبالتالي أنا شايف أن الفترة القادمة هيكون في دور مصري أكثر بخلاف ما تروج للجزيرة القطرية بأن الشعب السوداني بيرفض أي وسطة مصرية لا لا طبعا الجزيرة تقول ما تشاء ونحن نفعل ما نشاء الدور المصري لغوا برع عليه مهم في كل القضايا ليس فقط في السودان ولكن في كل منطقة الشرق الأوسط بكل أزماته شكرك جزيلا دكتور حسين علي الخبير في الشؤون السياسية شرفتهم أشكر حضرتك ربنا شكرا جدا لسيادتك ربنا بعد الفاصل بقى وآملنا وأحلمنا وطموحاتنا بالفوز ببطولة كاس الأمم الأفريقية خليكم معنا بعد الفاصل